لندن مركز جذب لكبرى الشركات الأجنبية والسبب هو المعاملة الضريبية التي تغري هذه الأخيرة بنقل مقراتها الرئيسية إليها وكذلك رجال الأعمال ووفقا لدراسة صادرة عن مركز جامعة أوكسفورد عن ضرائب الشركات فقد قامت 6% من الشركات متعددة الجنسيات بنقل مكاتبها إلى بريطانيا لأسباب تتعلق بالضريبة خصوصا تلك التي تعاني من مشاكل في قوائمها الضريبية فكيف يعمل النظام الضريبي البريطاني؟ وما هي الأسباب التي تدفع بالشركات إلى إعادة هيكلة قوائمها الضريبية من جديد في بريطانيا؟ الضريبة الدخل يكون على أي أحد حتى ولو لم يكن مقيم في بريطانيا أي مورد مالي يكون في بريطانيا علي ضريبة الدخل يتراوح من 20% إلى 40% إلى 50% فتح الشركة في بريطانيا سهلة وفتح حساب بنك للبيزنس هم سهل يكون يعني خلال 24 ساعة يكون لك شركة خاصة ولك حساب في أحد البنوك البريطانية وشروع في عمل بدون أي تعقيدات أنصار المنافسة الضريبية والمدافعون عنها يرون أن المنافسة الضريبية تشجع وتدعم الاستثمار وهو أمر يعود بالنفع على أي اقتصاد ناجح في الحقيقة هذه السياسة البريطانية معتمدة منذ فترة وذلك أنها تحث رؤوس الأموال والتجار ورجال الأعمال وتدعوهم للاستثمار هنا في بريطانيا عبر سياسات ضريبية تكاد توصف بالهينة قياسا إلى ما هو موجود في أوروبا وبالتالي فإن المستثمر حين يأتي هنا ويستثمر أمواله سيكون بنسبة عالية على يقين أن هذه الأموال ستعود عليه بالربح وهذه السياسة أعتقد أنها أحد الأسباب التي تدعم الاقتصاد البريطاني وتجعله واحد من أقوى الاقتصادات في أوروبا ويتوقع بنك UBS الاستثماري أن يحدث تآكل تدريجي في قدرة الحكومات على تحصيل الضرائب فعملية نقل شركات لمقراتها الرئيسية تثير مخاوف من خسارة الإيرادات الضريبية الحكومية خصوصا إن كانت الشركات متعددة الجنسية النظام الضريب في بريطانيا حسب كما هو معقد بل فيه مجالات لتخفيف الضرائب وخصوصا على الذين غير مقيمين في بريطانيا ولهذا نرى أن أكثر المستثمرين في العالم يأتون بأموالهم لشراء واستثمار في بريطانيا وللتعاون مع الدول البريطانية والدول المحيطة به فسيستم الضرائب كل يكون للمستثمر الأجنبي مسهلة ولهذا المستثمرين يحبون في بريطانيا استثمار إلا أن البعض يرى أنه لا يوجد سبب قوي يدعو الحكومات إلى الخوف من تهديد شركات بنقل مكاتبها الإدارية إلى الخارج ذلك أنها ستظل تدفع الضريبة على المصانع التابعة لها وعلى مبيعتها وأنشطتها الربحية الأخرى في البلدان التي تعمل فيها الحكومة البريطانية حريصة أشد الحرص على تنمية اقتصادها بقوانين ضريبية تبدو أكثر تسامحا إذ ما قورنت أوروبيا إلا أن هناك من يرى أن النظام الضريبي فيها يخضع لتفاصيل صغيرة قد تشكل عبءا مستقبليا ديارة العمارية تلفزيون دبي لندن